وحديك امثلة عشان حضرتك يتمئن قلبك لهذه القضية او تلك الفلسفة العجيبة في كرامات النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة الحبيب عند الله تشوف فاكر انت حضرتك الموضوع تغيير القبلة موضوع تغيير القبلة ده انت لو تلاحظت حصل ازاي حصل بناء على طلب من النبي لا وما البناء على طلب من ايه من قلب النبي روح النبي راحت للعمل ده النبي بقى نفسه يحصل نفسه مجرد نفسه الخاطر النبوي الكريم الخاطر النبوي عند الكريم عند الكريم دعوة مجابة الخاطر النبوي الكريم عند الكريم دعوة مجابة فقال له ايه قال له قد نرى تقلب وجهك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي انك قبلة ان ترضاها فولي وجهكشطرا مسجد الحرام ده شيء عجيب انت لازم تقف يا جماعة لازم تتدبروا ايات القرآن وتشوف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ايه مش حديثة الاسراء والمعرج وخلصنا لا 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 انت لازم تشوف ايه الفلسفة بتاعتها النبي مطلوب وليس بطالب يعني وعا تفتكر ان النبي قال له يا رب يا رب خدني في رحلة الى السماوات العلى لأطالع السماوات لا 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 النبي لم يحدث منه ذلك لم يارد في وارع حديث ابدا ولا ايه قالت ان نبي طلب هذا الطلب اذا هذا التكريم ليس بناء على طلب ولكن بناء على قرب بناء على قرب النبي من الله بناء على جبر خاطر المولى لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يطلب بلسانه فشوف تغيير القبلة ايه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولي انك قبلة ترضاها يعني معنى كده ان احنا طبعا بنورد الله بالاوامر انما في الحقيقة ربنا اعلن في القرآن ان تغيير القبلة كان ارضاءا لرسول الله اما بالنسبة ربنا مش فرقة بالنسبة ربنا ايه مش فرقة مش فرقة ليه لان ربنا بيقول بالنسبة كده ولله المشرق والمغرب فاينما توله فايه فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فاينما توله فثم وجه الله امال انت يعني امال القرآن بيقول لنا ليه تغيير وتوجه القبلة ارضاءا للنبي صلى الله عليه وسلم يا سلام يا سلام يا سلام با لما تشوف هذا الكلام العظمة بتاعة القرآن هو بيتكلم عن هذه القضية فلا نولي انك قبلة ترضاها تصور حضرتك تخيل 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 انا بس عاوز اقول ايه ان ربنا سبحانه وتعالى بيعطي النبي ليس استجابة لدعاء النبي فقط انما بيعطي النبي ارضاءا للنبي ارضاءا يا رجل يا رجل ده فيك كده في الدنيا